السلام عليكم انا هحطها هتوصل لي ان كلها يبقى فيها دوابر صغيرة كده او فيها براعم طلعة الفترة دي ممكن تاخد لها 10 او 15 يوم على حسب درجة الحرارة وعلى حسب برضو حالة البطاطس نفسها كانت متخزينة ازاي قبل ما تيجي للمزرعة المهم زي ما انت شايف كده بتنزلها من الشاحنة او بتنزلها من او بتاخد طلعها من التلاجة طبيعي ان هي بتكون عرقانة شوية نتيجة البرود اللي اتعرضت لها سواء في وقت الشحن او اثناء وجودها في التلاجة تمام لان حتى الشحن نفسه يا جماعة بيكون شحنة مبرد يعني عشان انت تجيب التقاودي النهارة من فرنسا او من ولندا او من انجلترا يبقى لازم التقاودي تكون مبردة تمام بننزلها وبنرصها نفس الرص اللي حضرتك شايفه دهوت فيه ناس طبعا هتتحطها في جامبوهات ايا كان جامبوهات اللي هي الطن دي تمام او بنزلل عليها التزليل الخفيف دهوان عشان ما نعرضهاش او لي الاشعة الشمس المباشرة تمام ممكن تفضيها على الارض وممكن حضرتك تخزينها التخزين اللي انت شايفه قدامك كده هوان وبعد كده بنحاول نفحصها بقى ونشوف طبعا فحص ظاهري مش هقولك يعني بتحاول تفحصها فحص ظاهري زي ما قلنا قبل كده انها متكرش وتكونش بكرمشها شايف اللي انا مسيك هديا دي انا ايه دي انا دي اللي انا مسيك هديا بقولك الاوروبيين بيهم وعليهم وبيزرعوا بيخلوا دي يا جماعة تعرضت لمية كتيرة دي تعرضت شايفي اللون الاسود ده النقط السودة دي النقط السودة دي بالذات دي العديسات بتاعة الدرنة قبل ما اثناء في الفترة الاخيرة من النمو بتاعها تمام اتعرضت لي رطوبة عالية قد يكون مطر باع الله وعلم عشان ما نظلمهمش او قد يكون طبعا للأسف شديد وضعه مش كويس اللي كان واقف فكان مزود الراي شوية فابتدى يبقى فيها العديسات دي كانت باللون الابيض اثناء دي ما كانت في التربة يا جماعة اهي تمام دي كانت باللون الابيض تمام بعد كده بعد ما ابتدى يقلع ابتدى يبقى باللون الاسودة اللي انت شايفه او النقط السودة اللي انت شايفها دي تمام دي المفروض بنزرع وهي في الحالة دي يا جماعة المفروض بنزرع وهي في الحالة دهية تمام اه طبعا اللي انا مسكها دي طبعا مش من البطاطس دي ولكن دي كانت عندي من تقوى قديمة فانا بس عشان اشرح لك على مسكها لك المفروض بنزرع وهي في الحالة دي تمام طيب بنفحصها فحص ظاهري وممكن نمسك سكينة كمان ونفتح كده تمام طبعا في حاجات صعبة تعدي من اي بلد يعني يعني حاجة زي حالات العفن البني او الحاجات دي صعبة تعدي من الفحوصات اللي بتحصل في اي بلد دي صعبة جدا على فكرة يعني تمام فبتفحصها بس فحص ظاهري كده تمام لو في مثلا واحدة فيها مشاكل او فيها علة معينة بتشيلها ممكن ترميها برا وخلاص تمام درجة الحرارة جماعة المفروض بتكون من 25 ل 30 او في حدود 25 التنبيت بتاعها ما عندكش مشكلة خلاص على فكرة في حاجات عندنا احنا كعرب يعني او كمصريين بالذات يعني حاجات بننقلها صدقوني يعني بننقلها كده وخلاص لأ العملية مش مش يعني عادي على فكرة درجة حرارة وصلت 20 اوصلت 30 عادي مفيش اي مشكل خالص يعني الدنيا مش هتخرب في واحد يقول لك لأ لازم تكون درجة الحرارة من كذا لكذا لكن معا الكلام ده يعني ما تضغطوش على الناس يعني افترضنا انا ما عنديش درجة الحرارة على فكرة انا حاطت في البيت ده والبيت ده ممكيف يعني ممكن ارفع درجة الحرارة وممكن النزلها مع عنديش مشكلة خالص المفروض يا جماعة لو انت شاء اهي برضو بفردها لك تاني برضو دي اللي بنقوله عليها فيها مشكلتها مشكلة العديسات فيها كانت بيضة نتيجة ارتفاع الرطوبة الارضية الرية يعني كان غزير في اخر نطج النبات في حصل كده والمفروض زي ما بنقول لحضرتك بنطلعها وهي في العمرة ده وما تطلعهاش وهي كبيرة والبراعم دي كبيرة ليه ما تطلعهاش والبراعم كتير لان البراعم دي اساسا هترجع تاني تمام تتكسر وخصوصا لو انت بتزرع بيه الات تمام لو الزراع عندك الية هيحصل تكسير اللي البراعم ده هيت وهنعيد الكرة من اول وديه تاني وديه طبعا ما تبقاش في صالح النبات تمام وزي ما بنقول دايما بنغطي يعني ما نخليهاش يعني وصل الاشعة الشمس المباشرة او محتكب باشعة الشمس المباشرة وبداية ما بتنبت بنبدأ نطلعها وبنبدأ نزرع واحنا بنزرع برضو لو شفنا اي حاجة مش كويسة فيها بنطلعها طيب الشوال اللي انت شايفه قدامك ده اول كيس ده هو دخيش مسقب كله مسقب ما تخافش منه مش هعمل التقوي حاجة تمام اه بعد ما حطنا انت كويس على فكرة انت ممكن حضرتك تجيب برميل تجيب برميل وتحط فيه المواد بتاعتك اللي هي المواد الكيميائية المطهرات الفطرية وتحط في البرميل وتشيلس شوال ده تحطه في البرميل كده خمس دقايق وتطلعه دي على فكرة طريقة كويسة جدا تطلعه تطلعه تحطه على بلتة اه ساعة ولا حاجة كده مجرد ما بينشاف بس وبتبدأ حضرتك ايه وبتبدأ حضرتك تزرع ما عندكش اي مشكلة خالص تمام الزراعة طبعا زي ما قلنا العمق بتاعها هيكون ايه مش عايز اكتر عليك اه ولكن ده اللي المفروض بنعمله يعني تمام اه شكرا لحضرتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته